معينا النهاردة ملكة الفصفور افخم شربة سيفود ريحة وطعم ما لهمش حل بجد صحية جدا ومفيدة جدا ونظيفة جدا اكلة حلوة قوي سهلة وبسيطة ومتاخدش وقت خالص شربة السيفود كتير من انا مش بيحب يعملها بسبب الكريمة ويقول الكريمة غالية لوحدها النهاردة هعمل معاكم شربة السيفود بطريقة طحفة جدا وان شاء الله تعجبكم قوي طعمها اكتر من رائع بجد وهنعمل فيها بديل الكريمة وهيديني طعم احلى من الكريمة وهيديني شربة غنية جدا ما تخيلوش طعمها هيبقى عامل ازاي من كتر جمالها وحلواتها بس قبل ما انتدي الفيديو لو اول مرة تشوفوني انا اسمي ايمان لايك وشيل لو عجبكم الفيديو كومنت حلو منكم صباح الفل وصباح الهنى على كل حبايبنا وان شاء الله يا رب اسبوعكم مبروك وكله انا وحب يلا بينا نشوف المقدير وبعدين ندخل على التحضير بسم الله والصلاة والسلام وفي عدد ما في علم الله عليك وعلى قالك يا سيدي يا رسول الله ودي معايا مقدير شربة السيفود اللي هنعملها مع بعض النهاردة معايا هنا بقى السيفود نواشف بقى على طري زي الجنباري جندوفلي كابوريا كلماري سبيت سمك فيلي صابع الكابوريا كله على بعضه وعندي برضو هنا البصل مفروم وطم مفروم وملح وفلفل وكمون وكسبرة وعصير اللمون وخل وكبيتين لبن وبقدونس وفلفل اخضر يلا بينا بقى ندخل على طريقة التحضير ونشوف هنعملها مع بعض ازاي معايا هنا اول خطوة هنعملها بتنبل السيفود الاول وبجد التدبيلة دي بتدي طعم مميز جدا هجيب بولا كده وانزل فيها بقى بالتدبيلة كلها مع بعض عندي هنا توم وبعدين انزل عليه بالفلفل الاخضر كده مقطعه كده صغيرة وبعدين انزل عليها بالآآ كرافس شوية صغيرين بس والباقي هحطو في اخر آآ الشرباء لما تخلص هو هنزل كده بالملح بتاعنا تمام بس كفاية وبعدين انزل بالكمون وانزل بالفلفل الاسود. وبعدين انزل بقى بعصير الليمون. كده. وبعدين انزل بالخل. واحط عليهم شوية كسبرة. بس خلاص. وبعدين اقلب بقى كله مع بعضه. الله الريحة الريحة طفى بجد. جد ريحة التدبيلة بقى الخل مع الليمون مع التوابل دي كلها. بصوا مع التوم حكاية بجد. وبتدي طعم في منتهى الجمال. وانزل بالسفود كده. سايبة فيه جندوفلي وسايبة الكابوريا. بصوا حيات الكابوريا فيها ممكن تكسريها كده وممكن تحطيها صحيحة كده زي ما هي. وسايبة بقى الجنباري والحاجات الطرية كلها برضو. هنزل بقى بالحلويات بتاعت دي كلها كده على بعض. كده. واقلب بقى. خطوة التدبيلة دي بتدي طعم في منتهى الجمال بجد. بجد بتدي طعم مميز جدا. احلى كمان من بتاع المطاعم. هسيبهم بقى كده يتتبلوا كده مع بعض شوية. على ما نشوف هنعمل ايه تاني. اجيب الحل بتاعتي كده على النار وانزل بالزبدة. وبعدين انزل كده بالبصلة مش هتاخد لون ولا هشوحها. يا دوب بس كده تاخد طعم الزبدة. وبعدين انزل على طول بقى بالسيفود بالتدبيلة بتاعته. اشوحها معاهم. بصوا بقى ادي مجموعة السيفود الجميلة بالوانها الحلوة بتشكيلتها الرائعة مع البصلة مع مع علاقة الزبدة. ريحتها طحفة. الله الله. هنزل عليها كده بقى بشوية مية سخنين. وباكد تاني مية سخنة. مش ينفع مية برضه خالص. وادي يا جماعة شربة السيفود بطريقتنا. الشربة في منتهى الجمال بجد. لو جربتوها هتعجبكم قوي. واسبها كده بقى تاخد غلوتين على ما نعمل ايه بديل الكريمة بتاعتي. اجيب طاصة كده. وانزل عليها بمعلاقة زبدة. وممكن برضو زيد. بس بلاش سامنة. في الشربة سامنة لا. يا اما زبدة يا اما زيد. تسخن كده وانزل عليها بمعلاقة دقيق كبيرة. بس مش اكتر من كده. وادلها بقى تشويحة كده اطير بس ريحت الدقيق بالشكل ده. وقلب كده. وانزل عليها باللبن كده. بسم الله. وقلب كده. هو ده بقى بديل الكريمة. انا ما عنديش كريمة. ما عملش شربة سيفود يعني. ما تتخيلوش طعمها بيبقى قوي وجميلة قد ايه. وقلب كده. مجرد بس ما تاخد غلوة اطمن ان دقيق استوى. وسايب العين الثانية عليها الشربة بتغلي. اهو. كده خلاص غلية معي اه. انزل كده بقى ببديل الكريمة. اللي عملتها دي. بسم الله. مع التقليب كده وقلب كده. بصوا بقى الشكل. بصوا. هي دي بقى بتاعي المطاعم ولا مش هي دي. ولو دقتوا دي بقى احلى واحلى. ريحتها لوحدها طلع الله واكبر عليها. مش بتاخد وقت سوا خالص. بصوا بقى الشربة عاملة ازاي? ما شاء الله على ريحتها وجمالها. كأن عليها كريمة واحلى كمان. وغنية اكتر بكتير. احلى شوية شربة والريحة طلعة حكاية. هنا بقى كنت اخدت شوية شربة كده قبل ما حط بديل الكريمة. وعملت فيهم شوية ملوخية وانزلت بستاشة كده. الله الله. يجعل حلوتك من حلوتي وتعامتك من تعامتي وكل اللي يحبك يحبيني. تعالوا بقى نغرف الشربة بتاعتنا. بسم الله. ايوا بقى شوفوا بقى دي برا في كام. يعني حلة زي دي اللي احنا عاملينها دي ما تتخيلوش بقى تتكلف كام. الله بجد. شايفين بقى الجمال? طريقة سهلة ومضمونة والحاجة مستوية كويس وزي الفل. نغرف كده بقى الطبق التاني. اهو. حط واحدة كمان يلا ما يدرش. وكمان واحدة. وادي كده واحدة كبوريا على الوصف. يا سلام يا سلام. انزل بقى كده بالشربة عليهم. الله على الجمال بجد. وادي العشق بتاعنا. احلى واطعم وقلز واجمل اكلة. بعشقة والله. افخم شربة سيفود ريحة وطعم ما لهمش حل. بجد. صحية ومفيدة ونظيفة. واكلة حلوة قوي وسهلة وبسيطة وابتاخدش وقت خالص. برضو معنا الملوخية عملتها برضو بشربة السيفود بتاعتنا. راحتها تجنن بجد. وادي السيفود بتاعنا. الحلويات كلها. شايفين الجمال? شايفين? بجد بتتكلم عن نفسها اصلا. وادي الرز بتاعنا. عملتوا برضو رزة صيادية وعملتوا معاكم قبل كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفة دي وتقولولي ايه رأيكم فيها. وبالفة هانا للي تفرج وبالفة هانا للاكل. ننسوش بقى تشتركوا في القناة ولايك وشيروا كومنت حلو منكم يشجعني. والسلام عليكم.